موسيقى طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب جيناكم بفيديو باتش ناوز جديد 7.19 هذا الباتش اللي هو بعد الورلد أو الشامبينشيب اللي هو الالسي اس هذي ما حتكون على 7.19 الشامبينشيب اللي بيلعبوه حاليا وحتنتهي في نوفمبر اللي حينتهي مع هالسيزن وهي 7.8 طبعا الكل بيسأل متى السيزن حيخلص السيزن حيخلص مظن ما بين 3 نوفمبر و 8 نوفمبر ماني فاكر التاريخ بالضب بس خلص أول عشر أيام من نوفمبر يعني باقينا في السيزن حوالي شهر و 15 ياما و شهر و أسبوع بعدين حيبدأ البريسيزن وبعدها بداية السيزن الجاي في بداية السن وبتوفيق نبدأ بالباتش ناوز يا شباب أول تغيير سووا ري وورك لأزير كلنا عارفين أنه برا الميتا كومبليتلي أزير يا إنه يكون مرة أو بي يا إنه يكون مرة في الحضيط مرمي في الزبالة و كل ما يزودوه بس يقووه شوية كل المحترفين يشيروا يلعبوه بطريقة مطبيعية يفوزوا كل اللين ما حد يقدر يوقفهم فطلعوه من الجيم أهو أكثر من يعني السنة هذي كلها تقريبا ما شفنا أزير نهائيا فبدأوا يسووا مجموعة تغييرات فيها على أساس بيحاولوا يخلوه بالانست في الجيم يصير الناس المحترفين لما يلعبوه يلعبوه يصير كويس بس ما يصير مرة أو بي وفي نفس الوقت الناس اللي اللي ما هم محترفين بس إنهم كويسين يقدروا يلعبوه من دون أي مشاكل طبعا الناس اللي الجداد والبرونز والهذا وزير المفروض ما تلعبوه أنا بقول لك يا لأنه وزير في عنده شغلات كثيرة في حاجات كثيرة لازم يسويها وزير ما ينفع برونز سيرفر حتى لوغولد إذا نبغى نقول حتى لوغولت ما نبغى نشوفه في كل حالات البيس هلث زوادوه من 524 إلى 540 البيس موفم سبيد زوادوه من 325 إلى 325 زوادوه لثبب الأسباب واللي هنذكره ده حين الكيو حقته نقصوا الكاست رينج حقها قصروا الرينج حق الكيو حقه الرينج حقه كان توصل 875 ده حين صارت 720 السبير لنكث الدامج حقها بعد ما تطلع الكيو حقك تضرب شوية زيادة حبتين الكولداون زوادوه في اللي قيم نقصوه في البيس دامج زوادوه في اللي قيم نقصوه عشان نقصوا الرينج حقه كان مزود الدامج حقه الابلتي ريشيو نقصوها من 0.5 إلى 0.3 أول ما يطلع الجنود حقه يطلعوا جانب بعض في كل الحالات هادي الفكرة صاروا ايبو وازير اكتر منه هو مازال زوننج زوننج حقه كويس بس ايبو يقللوا ما تخلي احد يقرب من المينيون اي احد يجيب اي شي المينيون انت تخلي الجنود حقه هناك غريب حوله هناك وما تخلي يقرب منه طبعا كل مصطلحات الانجليزية اللي بنذكرها حاول على طول اعربها اذا ما فهمتها ممكن تجي تسألني في اي وقت تاني ان شاء الله اجاوبها في كل حالات نرف على الرينج نرف يعني قرل القوة بوف على الدامج على اساس يعود لك العماده الدبليو حقه تزير شاء الله منها انه والله اول شي السولجرز اللي هو الجنود لما يطلعهم ما عاد ساد يقدر يضربوا الوردز ولا الترينكتز الكماند رينج الرينج نقصوه برضو من 800-660 الرينج حق الكاست زودو زودو من 450-500 فتطلع السولجر شوية ابعد البيس دامج اهو زي ما تشاهدون جيد والحقه تغير في البداية زود البيس دامج من 50-60 لنهاية 180-150 ففي البداية الغيم زودو عشان نقصو الرينج في كل حاجة له لانه ده حينصار لازم يخاطر يدخل يجي يقرب عشان يقدر يسوي دامج ازير قنز ادشينال 20-30-40 50-60% اتاك سبيد فالفف ساكنس وينيفره يسامون هذي الفكرة الجديدة في ازير ازير من يوم ما يطلع الجندي الثالث يزير الدامج حقه يجيله اتاك سبيد مو طبيعي طبعاً من 20-30% على حسب الليفل حقه لخمسة ثواني فالفكرة انه يطلع جنديين يطلع الجند الثالث ويخش اولين ويسوي الدامج حقه بسرعة سريع فحتكون الفكرة كلها حين فازير حول الجنود الثلاثة بدل الجنديين وهذا اللي يخليه مرة صعب الناس الجداد اللي ما يرفع الاموري تشارج طبعاً هو الجنود الريتشارج حقهم كل عشرة ثواني لستة ثواني كل تمانية ثواني لستة ثواني الـ Stabbing Hardwork Stab Deal 4670 100% damage to secondary target طحين فكذين شباب كان ايش يسوي كان ازير ما حد يقدر يقرب منه ما حد يقدر يجابه في الـ Clear حقه الـ Minions كان يطلع الجنود حقه ويشيله الـ Minions مرة بسرعة انه الجند يحقه لما يضرب الـ Minion والـ Minion اللي وراه كلهم يضربه وينقطعه طحين يبوا يقللوا الـ Minion Wave Clear حقه فلما تضرب الـ Minion الأول تضربه دامج كامل الـ Minion اللي وراه ينضرب مرة دامج قليل 40% من الدامج حق الـ Minion الأول فـ Wave Clear حقه مرة نقص هذا معناه ضعفه في الـ Early Game مرة كثير معناه يمكن ضعفه شوية في الـ Game طبعاً لما نوصل الـ Level 11 خلاص تصير مية في المية من الـ Early Game عشان يصير السوبرمان هيصير مرة ضعيف ففي الـ Early Game لازم تنتبه وتلعب كأنك تلعب فين ولا تلعب الـ Champions اللي هم يحتاجوا Scaling Capabilities يلعبوا بشوية شوية شوية يلعب سيف يحاول قد ما يقدر إنه ما يخش All-In إليه ما يوصل للـ Power Spike حقه اللي هي في الـ Level 11 وشي طبيعي أنا ما أدري إيش يلفله أول صراحة الـ W و الـ Q بس من الظاهر إنه الـ Q الـ W هي اللي هتتلفه أول الظاهر والله أعلم على أساس على أساس تغطي على المشكلة في كل حالات الـ E Shifting Sands اللي هي اللي يروح يقرب بيها يعني يسوي الجندي بدين يسوي الـ E حقه وشروه يقرب بيها زودوا الـ Shield يصير الـ Shield كلما زادت الـ AP حقتك طبعاً أنت Champion AP كلما زادت القوة حقت الـ Shield وفي نفس الوقت قلل الـ Shield duration من أربعة ثوانية لتانية ونص وصار الـ Shield يجيك أول ما تستخدم على الـ E أول ما كان الـ Shield يجيك إلي ما تضرب واحد في تدخل على واحد لو ضربته وأنت جاي يجيك الـ Shield الحين من يوم ما تستخدم الـ E يجيك الـ Shield والـ Shield يجيك بالـ AP فهادي أعطاه له قوة انه هو يدخل على الـ E أجين هو بيقوله ما أنا باك تكون بروزر أنا باك تدخل أنا باك تخاطر ما أنا باك بس تلعباً بعيد وما تقرب لأحد وتكتل الناس كلها الـ Alt حقته غيروها أم سوري ما كملت هذه اللي هي إذا ضربت Champion وانت بتسوي الـ E يجيلك Charge W على طول الـ Alt حقته غيروها فاكن الـ Alt يا شباب أول كان يطلع الـ Alt ما حد يقدر يعدي من الـ Alt اللي عنده داش ما يعدي ليسين يجي يسوي الـ Q Q ما يعدي الطريقة الوحيدة اللي كانت تقدر تعدي منها كانت بالـ Flash دحين شالوها صار زي كأنه Wall حق أنيفيا يدفك ويسوي لك damage بعد كده يوقف Wall الـ Wall هذا تقدر تسوي داش منه تقدر تعدي منه زي أي Wall عادي زي أي ترين Wall عادي طبعاً الفرقة الوحيد انه تزودوا Wall size من 4 إلى 7 والـ cooldown حقه نقصه فما عاد حد تشوف أحد حين يطلع يقول كده وينجز نجز 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 البقر المتخلف هذا ما عاد حد تشوف أزير حيرجع الميتة أظن يبغاله كمان كن بف بسيطة عشان يرجع الميتة بس هذا هيغير طريقة لعبه مرة كثير فالـ Is mains أو الأزير mains اللي متعودين يلعبوه بطريقة محددة ومتعودين على السيف رينج حقه يتغير عليهم زينزاو برضو صواله rework الـ base attack speed حقه زودو attack speed scaling factor زودو مرة كثير فصار شايفين انه بيقول انت attack speed champion الـ passive حقته غيروها لانه شعلوا الـ W نهايياً الـ W صوالها rework completely وشعلوا كل الـ passive زالي في الـ W وحطوها في الـ passive العادية حقته ودعا حين صارت كل attack ثالثة تدي لك total AD damage على حسب 20, 40, 60, 80 على حسب الليبل حقك AD as bonus damage of total AD يعني كامل AD حقك الضربة الثالثة دايماً كل ثالثة ضربة هتضرب على حسب 20, 40, 60, 80 وبعد كده every third attack heals فالـ attack الثالثة هتسوي total AD bonus damage والـ attack الثالثة هتزود heal نفس الـ heal اللي كانت موجودة في الـ Q ما غيروها خلوها زي ما هي بس تنقصوا الدامج حقها مرة كثيرة كانت تزيد كل مع كل level 15 صارت تزيد مع كل level 5 فصار الـ early game حقها زي ما هو عشان اظن خلوها زي ما هي على أساس تساعده في الـ wave clear حق الجنجل بس ما عد حتحتاج ما ادري اذا هتلفل الـ Q دايماً في البداية ولا لا حديني نشوف نكمل بس الدامج حقها الـ lead game صارت مرات لانه ما يبغوك تعتمد على الـ Q كdamaging ability يبغوك تعتمد عليها كـ utility عشان تسوي الـ knock up و عشان تسوي الـ stun دايماً في حاجات تسوي damage تضروب تعوير وفي حاجات تسوي stun slow reduce حاجتاً وخلوا الـ ratio حقتها بدل ما هي على total attack damage على bonus attack دايماً نقولي سبب الفرق بين total attack damage والـ bonus attack damage total attack damage يطالع total attack AD حقك مع الـ items ويحسبها بس لما يكون bonus attack damage ما يطالع على الـ base AD إيش هو الـ base AD؟ انت كـ champion وانت عريان عندك 50 AD ما يطالع فيها طنيشها ما ياخد الـ AD ما يحسب إلا بالـ AD حق الـ items الـ W حركة جديدة completely لما تسوي الـ W حقتك أظنها تسوي slash على كون كده كون قدامك يعني جزء قدامك تسوي slash ما أدري العديد هي من اليمين اليسار ولا هي على قدام أظنها من اليمين اليسار slash تضرب كده في range بسيط قدامك الـ range هذا يسوي damage لأي أحد فيه ونفس الوقت فيها thirst أظنها slash thirst slash كدنا تسوي كده وكده ما أدري صراحة كيف بس أنا شايف فيها damage نوعين فيها damage بالعرض أظن وفيها damage بالطول ثاني والـ damage بطريقة أو بأخرى البند becomes lightning cast time is reduced by bonus attack speed كل ما زاد على bonus attack speed حقك كل ما قص هم الـ cast time حقك ما أدري صراحة يبغالي أشوفها عشان أفهم all enemies hit by the thirst are slowed اذا ايش اللي يسوي perform slash in a cone ثم thirst اه اوكي فيسوي ضربتين يا شباب يسوي ضربة من العرض من اليمين اليسار أو من اليسار اليمين بعدين يخش كده في بطنك اديك واحدة فاللي ينضرب من اليمين اليسار هذا ايوي واللي يخش عليه يجيله damage ويجيله slow بعد كده الاي زي ما هي غيروها بس ادوها شوية بف 50 مانا بدل 60 مانا الـ damage حقها نقصوه في الـ early game والـ late game slow duration نقصوها من ثانيتين لفاصلة خمسة لانه صار فيه الـ slow على الـ W ويبغوك تعتمد على الـ slow حق الـ W يبغوك تجيب الـ W حقتك يبغوك تخش بـ E بعدين تديه الـ W و بعدين Q ما عادري صراحة يشى الـ combo بس في كل الحالات من اللي شايفو casting oddical charges grant 6 zinza و attack speed for 5 seconds وبعد ما تسوي الـ E حقتك تاخد attack speed خمسة ثواني يعني زي ما قلنا كل اللي كان في الـ W عوالوها على الـ passive وعلى لي وهذا اللي يخليه يعتمد كشامبيون يعتمد على attack speed items بأي طريقة كان وكمية attack speed اللي عنده هتصير مو طبيعية وصراحة ما هو weather طبعا ما أظن الناس هتلفل الـ W لان الـ W أكثرها utility من انها damage الـ damage حقها صراحة 10 و 35 الدبج حقها عالي بس ما أدري الناس لانه صعب تجيب thrust فما أظن الناس هتاخدها leveling item أول ما زال حيلفل الـ Q ولا الـ E أظن حيلفل الـ Q أول لانه فاكرين لما تسوي الـ E بعدين تسوي الـ Q لما تسوي الـ Q كل ضربة في الـ Q ترجع تنقص الـ cooldown حق الـ E أو حق كل الـ abilities الثانية بسرعة فأظن حيبقى يلفل الـ Q بس عشان ترجع الـ cooldown عشان تقرد تسوي Ease أكثر وابilities أكثر والله أعلم الـ ALT تغيرت حبتين أول كانت الـ ALT بعد ما تسويها يتعطيك كده resistance أو تعطيك زي الـ Shield أي أحد يضربك ينقص الدامج حقه عليك دحين لا بعد ما تسوي الـ ALT حقتك لثلاثة ثواني أي أحد أبعت يعني أكثر من 450 يونت بعيد عنك ما يسوي لك دامج يعني ADC بعيد عنك بيحاول يلطشك ثلاثة ثواني ما تجيك ضربه يعني كارثوس سوى ALT أخذها كده تطالع فيها تقول له تطلع له طبعا احتمال أنا مفروض أنه this is how it works فأي أحد بعيد عنك أكثر من 450 يونت ما يعور ثلاثة ثواني بس فهذا معناه total immunity فاكرين الـ ALT حقت بوبيل قديمة قبل ما يسلها الريميك يا شباب كانت تاخد إميون كامل يجي عليها فاكرين الـ ALT حقت كيل نفس الطريقة بس لا تنسى الناس القريبين اللي جنبك يقدر يضربوك فلازم يكونوا بعيدين عنك 450 فترزي على الـ ALT حقتك تبعد الناس عنك تبعد الناس اللي ما تبغاهم عنك وتمسك الـ ALT اللي بتضربوه وتلطش فيه وأي أحد حولك قريب ما هكدر المسك أتروكس بوف عاشر أتروكس إبو يرجعوه الـ Game بأي طريقة أنا أظن أتروكس في السولو كيو صراحة مرة كويس مرة حبتين OP أو حبتين جامد درحين هيسير مرة OP أتروكس is now unstoppable during direct flight descent لابن ينقذ الـ Q و إنسجي نازل وهو نازل ما فيه ألا شي يوقف وأول كان ممكن تسويه الـ Stand كان ممكن مات أخي كان ممكن ترجعوه دحين مستحي الـ R الماسكر additional attack range زود الـ range حقها 175-50 أتروكس مرة كويس طب jungle هي عليك كلام بس مازال كويس أظن سيرجع للميتاب بطريقة كيتلين ألف تشينج عليه نقصوا البلث هذا تشينج جديد نقصوا الـ Early Game حقها طبعاً أول ما تبدأ الـ Game صار ربع مية خمس سبعين بدل خمس مية ربع عشرين وهذا نرف مرة جامد يعني هذا أوتو أتاك نين يعني ممكن تكون أوتو أتاك واللعابلتي كاملة راحت عليك فشي طبيعي إذا حين لما تبدأها في Early Game Level 1 لازم تلعب مرة صيفة التريدس في Level 1 مو في صالحك لأنه 3-4 على ADC الثاني الـ Base Health حقهم أعلى منك الـ Health Growth ستات يعني كل ما تلفل كل ما يزيد الـ Base Attack Speed رجعوه زي ما كان نوما سواله نرف هذا قبل فترة رجعوه زي ما كان الـ Net Bonus Attack Speed نزقصوه لـ 10% الـ Tax Speed At Level 1 زي ما هو الـ Tax Speed Growth خلوه برضو رجعوه زي ما هو هذي كلها كانت نرفات تسووها حين رجعوها الوضع الطبيعي الـ Head Shot اللي هي حقت الـ Passive ده حين سألت تسوي بروك على التورت يعني يجي كريت على التور من الـ Head Shot حقتك زي ما أظن سووه مع مع الـ Q حقت Vane والله الـ Pilt-Over Place Mocker فالـ Q برضو كان نرفوها كان لما تسوي Q أول مينين ينضرب كامل ثاني مينين ينضرب 50% أو كل اللي وراه 50% رجعوها الـ 67% هذي كلها نرفات سووها رجعوها وغيروا وغيروا طريقة التعامل معها فكانت يعني واحدة من الحاجات اللي مره أوبريسيف على كيتلين إنه الإيرلي جيم حقها مرة كويس الميد جيم شوية شوية والليد جيم مرة كويس فقالوا يبغي ضائفوا الإيرلي جيم حقها نقصوا الـ Health حقها وفي نفس الوقت خلوا الـ W تشتغل بطريقة مختلفة الـ W كانت لما تحطها في الأرض تسعين ثانية ده حين لا تلاتين ثانية 35 حتى لين هيتل جيم صارة 50 فالـ W لما تحطها كنت ترميها في الأرض ودقيقة ونصف ما شيء لهمها فأسوي زون ما أخلي أحد يقدر ريب ده حين لا تلاتين ثانية وتروح بس يصير في شوية counter play بونس الـ Headshot damage الـ Headshot damage كان 10-55-100 لقيت 6 total attack damage صار ده حين زودوا الـ Base يعني بدل ما هو 10 صار 40 بس في نفس الوقت خلوا يعتمد على الـ Bonus attack damage يعني نرف على الـ damage حق الـ W طول الـ game من بداية الـ game إلى النهاية فنرفوا الـ W فصير الـ W الاعتمادية عليها مو عشان ما تعتمد عليها الـ damage سوي damage الاعتمادية الكبرى عليها على الـ utility اكثر من الـ damage الـ target reveal duration لما تسقع واحد يعني تجي فوق هو متخبي في البوش كان يبان ثمانية ثوانية ضحين يبان ثلاثة ثوانية الـ charge rate عشان صارت ما تجلس الوقت قليل كان يعني يجيك stack وبدل كل 45 او 40 ثانية يخلوها 30 او 12 ثانية صارت رجالك مرة بسرعة أسرع من أول في بداية الـ game عشان نضاعفوا الـ damage جانا الـ change الأغرب في الحياة صراحة جانا اللي ما هو عارف جانا بيصير لها ban كل game في كل الإلوس ايش تتوقعوا يسولها قلها نرف قلعوها قلعوها يسولها balance لا 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 نعطيها باف زيادة 100% مية في المية يا شباب الـ champion هذا لازم تبندوا كل game ما فيها كلام الـ attack range زوده من 470-550 يعني تضربك من بيت بيادة كان على الـ auto attacks حقتها ولا على الـ double يمتخلف حقتها الـ base attack damage نقصوه عشان نزودوا الـ range نقصوه الـ attack damage growth stat نقصوه attack speed growth stat زودوه basic attack missile speed زودوه السرعة حقت الـ attack الـ base health زودوه health growth stat نقصوه فالـ early game حقها صار أقوى ونيعرف ليش نشوف نكمل لسه ما خلصنا جانا now benefits from tail wind 8% movement speed increase صار عندها في الـ passive حقتها movement speed زيادة من بداية الـ game إلى نهايتها 8% صارت جانا أسرع جانا's basic attack and single target spells deal bonus magic damage equal to 34% of her bonus movement speed فكل ما جابت movement speed زيادة وعشان عندها 8% movement speed زيادة دحينا الـ basic attacks حقتها تسوي bonus damage زيادة فشتري طبعاً متى يلفلوا الجسمه الزفر حنشوف الزفر لأنه فيها passive movement speed الزفر الزفر ياخدوها في level 3 كانوا او اظن مادري اذا حياخدوا الزفر دا حين ابدروا لا لا بس هل مفروض انه لا مفروض التلفيل زي ما هو يلفلوا الاي اول بعدين level cube بعدين level 3 الزفر الـ level 3 عندها power spike مو طبيعي تلوين وتعالة من المعادرة مع المعادرة تضح المعادرة المعادرة من ألف أقل شيء ألف لألف سبعمية وخمسين بوست اون تشارج تايم هاورنجيل ناوالوز رييشز تايمين 1.5 سيكون فالفكرة إنه من النقطة الأولى للنقطة الثانية عشان يوصل التورنيدو دايماً حياخد تانية ونص مينين افولي تشارج كاست موف سبينتيفف برسا دان ان انستنت كاست فكل ما سويت لتشارج جيادة كل ما كانت أسرع فبيقول لك لو سويت لها فل تشارج ستوصل أسرع 5 سبعين الدابليو حقتها تصل الكل دون السلو دوريشن نقصوه من ثلاث ثوانين لثانيتين وهذا تشينج كبير ما هو صغير بس في نفس الوقت كمية البفات اللي اعطوها إياها يشيل تغير هذا الباسيب موفمان سبيد من يوم ما تاخد الدابليو تاخد 6% أول كان عندك 9% لحين مو عندك 6% عندك 6% زائد 8% لأنهم كلاب ما أدري مين 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 إش بيس ما أدري الرينج حقيقة مججد بين هيت باكس سنترز الثو حققت الرينج قصراها من 600 لـ 850 بس أوريدي زودوا لعطاق رينج حقيقة فعم يا يا الاي طبعا هذا التشينج اللي مره عظيم أنا عجبني التشينج هذا لأنه أقلها شوية خفف لنا الاو بيينيز حقتها إبغوا جائناة مرة كويسة في المتلات جيم إبغوا إبغوها أضعف تكة في الليننج فيز يعني سوف معنهم قووها في اللينج فيز كانوا الإي حقتها إي حقتها كانت كل عشرة ثوانية إذا حين كل 18 ثانية فلما تشوفها استخدمت الإي بعد ما تستخدم الإي تنفلت جدي دامج إيش معناتك كلام هذا؟ ما أدري ليه سووا كده في جانا؟ ما أدري مرة قوية وردي وخلوها مرة أو بي أظنهم بيجربوا كم حاجة عشان التغيير اللي سووا في الأرض السنسور والله أعلم في كل الحالات نصيحة ألعب جانا مين؟ نصيحة بنت جانا لو ما حتلعبها مالفايت الدول شوية بف بسيط على البروتل سترايك الدبلية حقتها تزودوا عليها باسيف لما يكون عندك الارمر حق الباسيف حقك تفاكرين الباسيف حقت مالفايت بعد 10 ثوانية يطلع حوله الارمر لو سويت الدبلية والارمر حولك حتضرب الارمر اللي تأخذه هذا في الثلاثة بدلا ما تأخذ عشر المية تأخذ ثلاثين في المية فيعطيك مرة كويسة حاول تسوي الدبلية دايما أنت عندك الشيلد أوريانا المسائل السبيد السرعة حقت الكيو حقتها زادت من الف ومائتين لألف ومائتين وهذه سووها عشان التعديلات هذه اللي سووها هذه الدبلية والالتي حقت أوريانا سويت تعديل قبل فترة ما نفكر في أربعة أو خمسة بعد شهات أقو أو حتى أكثر ثمانية بعد شهات تقريبا بداية السيزن كان تقير تسوي الكيو هي طايرة تسوي الدبلية قبل ما توصل في المحلة النهاية الدبلية تسير ففجأة أنت كده هي الكورة لسه ما وصلت والدبلية عورتك الألتي نفس الشي يعني إذا سويت مثلا كيو بعدها دبلية في نفس الوقت الدبلية ما تنفك إليه ما توقف الكورة هذا تعطيك كونتر بلين نتحرك نفس الشي على الألتي والحمد للأخير طبعا أوريانا ما بقول ما هي هي حاليا ما هي في الميتها كشامبيون مرة قويلا وصار عليها كده نرفات بس ما زارت كويسة يعني يمكن تير ون ما هي قد تير أكشل يمكن تير تو بس إنها كوي يعني مش مرة كويسة بس أقلها كده حسن عنه أورن تدودو من 300 إلى 140 الكيو نقص المانا كوست حقها بلأ خلوها دائمًا 55 الأي نقص المانا كوست أريكماندا إيتمز أريكماندا هذه كلها بس تعديلات كده بسيطة لأنه كان المانا كوست حقه مرة عالي وبيخلص بسرطة بين برضو ريوورك صغير والريوورك هذا يمكن يغير يمكن حغير طريقة لأبين ويمكن لا لحسب كيف الناس حتلعبها الكيو طبعا الكيو فاكرين يا شباب قبل فترة تقلوها تسوي كريت غير إنها تضرب التور كانت تسوي كريت هذا شعله بونس دامج لا يقصد لا يقصد عندما يتسوي الكيو الكريت لا يتسوي على الكيو حاجة من يوم ما حطوا كريت على الكيو كانت أسالة الناس كلها تلعبها انفينيتي إج ساتيك شيف على طول أو ساتيك شيف انفينيتي إج على أساس تعب الساتيك شيف من يوم ما يجيك الستاك كامل تديها واحدة كيو تدي وقته تخفص نص هلته أوكي شعلوها نهائيا الدامج عشان شعلوا البونس هذا الدامج حق الكيو زودوه من 30 ل 55 طبعا 70% من 50% ل 70% على حسب اللي في الحقها عشان ما في بس هذا معناها إنه زودوا اليرلي جيم حقها شوي فاكرين فين إيش دايما نقول اليرلي جيم حقها مرة ضعيف بس الليد جيم حقها جبار قالوا لا إنه بنخلي اليرلي جيم حقها أقوى شوية والليد جيم حقها أضعف شوي وأظن البلانس هذا مش بطال أبغى أشوف صراحة كيف يصير في البن بس المفروض المفروض من وجهة نظري مع الشينج هذا ماعد نشوف اللي هو الستاتيك شيف انفينيتي اتج بلد نشوف البلد القديم حقها مرة ثانية اللي هو البلايد اف دارون كينج انتو للباقي فانتم دانسر وطبا الدبلو حقتها عشان زي ما قلنا يا شباب قلنا بيقول اليرلي جيم حقها شوي عشان زودوا البيس حبتين ما في ايتن ما يفرق المنمو مدامج زودوا شوي خمسين على اساس يغطوا على البرسنتج اللي راح الالتي حقها تغيرت حبتين صارت اذا سويت الالتي قتلت واحد خلال ثلاثة ثواني من الالتي الالتي ستجلس كمان أربع ثواني زيادة قتلت واحد في خلال الأربع ثواني الالتي ستجلس أربع ثواني زيادة قتلت واحد خلال الأربع لبعدها الالتي ستجلس أربع ثواني كمان فلو انت تعرف تلعبين زي الناس لو آدم تروح تحرص انه انت تروح تكتل الآدم اللي حيموت لانه تفك الالتي تكتل واحد أربع ثواني زيد تكتل واحد أربع ثواني زيد فممكن تجلس في الالتي طول التيمفايت لو انت تعرف تلعبين زي الناس طبعا وهذا هيخليها او بي حبتين لو بتعرف هش تسوي بس الباور سبايك حقها صار يعني ما زال عايتمين لو جبت بلايد فدرون كينغ وجبت فانتم دانسر انت خلاص او بي فبصراحة التينج هذا يعني شوكت مي انه ما في اي كونتر ما تقل تسوي لأشي اللي انك تتكفشها وتكتل فما أدري هل حتتبند هل حتتلعب هل حتصير مرة خربانة يبغاننا نشوف صراحة والله اعلم فيقر زوا دوله التاكرينج حقه شوية بيس هلث ريجن زوا دوله يا شوية الهلث ريجن جروستات زوا دوله يا شوية الدبلو حقتها الكل دون حقها ثمانية ثوانية طول الوقت وكل الخمسين ستاك يزيد عندك الكل دون عندك الكل دون حق الدبلو عشرة في المية ملتبليكيتف يعني بشرين يعني شي زي بعد كده الاردد سنسر تشينجز فاكرين الاردد سنسر يا شباب الاردد سنسر كان قاتل كل الاردد سنسر ميتها دحين الشامبينز يخلوا الريزي الاردد سنسر كان واحدة من الحاجات الكبيرة اللي الناس تشتري عشان واللي هي البوف لا يستطيع ريجع الضوء كل ما تضرب ترجي الضوء هذا من اللي اللي يجنبك اللي حوالك اللي معاك اللي حسب البوف هذي يغيروهاك healing or shielding and a light champion now also grants you ardent سنسر's buff instead of only your giant فدحين اول كان الاردد سنسر لما تسوي heal ولا shield يعطي buff للناس اللي حولك دحين يعطيك انت كمان بس شالوا منها الهيل فما يتعطيك heal يعطيك attack speed و on hit damage شالوا منها الهيل completely اللي كان ياخدها عشان الهيل ما عد حياخدها ما زالت OP يع attack speed حقوها زودوه من 25% للخمس 20 الon hit damage زودوه من 25 ل35 على الليبل يعني ف it's still OP صراحة بس لازم يكمبنسي فالهيل تاخدو من البرمبل بس عشان همر OP دحين قامو زودو الا الا الكوست حقها الف وال combine cost 400 وال damage reflect تنقصو لل15 ولما تلفي لها الثورميل زودو الاربر حقها من 5 إلى 8 لان لما كانت مرة gold efficient وكانت اتاخد فيها فايبو الناس ياخدوها زيادة edge of night تزودو spell sheet duration من 5 إلى 7 إلى 8 active cooldown من 45 إلى 42 ثانية بف صغير هذه للassassassins ما اوزور حيفرق مرة كثير righteous glory في كل حالات ويجب أن تعرف تفهموا أنه والله أنه بدل ما استري righteous glory يمكن فيه أفكار يمكن فيه أفكار تنفعك أحسن تدك نفسها في كل حالات أغلى 150 gold أغلى 150 gold الزيكس convergence الزيكس من زمان ما شفنا مرة كويس يحاول يرجع الريح لإباية الطريقة الزمان كان في ناس تشتري زيكس كان في ناس يشتري hard sensor كان في ناس يشتري redemption vow night vow الزيحين صاروا كلهم معروفين يشتروا ثلاثة حاجات وهذه ما حسر يشوفها يحاول يرجع زيكس في الجيم total cost نقصوها لـ 2050 و combine cost 250 غير front load up front damage increased from 17% 25% off the basic attack damage اللي ما عارف زيك شباب زيكس بوف يسوي damage مطبيعي الآن تزودوا الباع damage اللي يجي من 17% إلى 25% total burn damage ويسيب عليك زي dot زي red still 50% basic attack تصدق أنا من زمان ما شفت الـ item هذي فيمكن شرح لها خاطئ الشباب كل الحالات كل اللي لازم تعرفو انه ضو لها buff وفي حالات صار ممكن تاخد زيك أحسن من غيرها لأنه غير انه كان في burn damage صار في حتى frost fire fire اللي هو frost storm no longer ignites from basic attacking burning enemy now ignites when it slows بسار على support مو لازم يضرب لازم بس يكون قريب interesting front loading yes فأول كان لازم support يسوي basic attack عشان يستفيد منها دحين مو لازم كل اللي لازم يسوي انه يكون قريب من ال range حق ال آدم اللي أنا ضرب يعني أنا مثلا ADC ومع سبورتي أول كان لازم السبورت يجي يضرب عشان يصير burn damage الدامج هذا اللي هو حق الض دحين لا كل اللي لازم يسوي انه يكون قريب مني قريب من champion اللي بنضرب ه فقط فهذا هيعطينا boost ما أدري صراحة ما أدري situations اللي هقدم فيها زيك على ardent sensor صراحة ما أنا شايف أظن أبغالها بفت ولا reworked أدري spell shield كان كان بغ في spell shield مثلا زي حق nocturne ولا 0 لو في ضربتين جايتني في نفس الثانية لو سويت اي أشي لل اثنين قالوا ما هتصير مستحيل أول ضربة وحتاخد واحدة ضربة بس ما هتاخد ال اثنين rotating game mode هتنزل نكس siege my him new features my him هذا كل وكل هلا gldr scoreboard pings you can now ping everything on the scoreboard so no okay yourself فاتر كل حاجة موجودة في tab green حقتك pingable اللي قل تسوي عليها تنكتب في ال chat account transfers هتوقفوا الترانسفيرات يا شباب من 10 أكتوبر إلى 20 نوفمبر عشان بيجهزوا في السيزن الجديد فإذا تبقى تنقول من مكان لمكان من server من يوم 10 إلى يوم 20 حيكون مقفل 10 أكتوبر 22 نوفمبر champion select تحديث هذه position filters ده حين لما تخش champion select في filter فوق كده تكتب ممكن تكتب فيه يطلع لك اسم sorry top mid jungle كان أول filters by marksman assassin tank mage marksman غير اسم top mid jungle atc right clicking champion adds them as a favorite by position sort by favorite هذا مهم تضغط عليه right click يحط لك على حسن position على طول add a drop down next to the search bar to sort champs by highest to lowest mastery points هين لما تختار champions حط لك زي drop down صغيرة تضغط عليها تقول سوي sort ايش يعني ترتب champions بحسب mastery level حقي فأنا مثلا كل ADCs عند master level 7 لما انا سوي يقول sort by mastery أو filter رتب بالmaster يقوم يجيب لي masteries حقوني اول واحد اعلى mastery عندي ثاني واحد وهكذا ok filters to see champions you haven't earned the text اه في فلتر ثاني عشان يطلع لك champions اللي ما اجيب منهم chest كيف اجيب chest علعب champion ما اجيب بي chest و اجيب اس فهذا حين صار في filter يجيب لك champions يرتب لك champions الحسب اللي ما اجيب بيهم اس bugs ما شفت اي بق فيها حاجة ضروري نازل arc light yorek اكل فل دي اي شكل اه بي كيبر اما نحول جي اي نحل يا عيال هذا شكل حكوم eternal sword ye sacred sword jana و soaring sword fiora شوية رومز و خلصنا كذا يا شباب خلصنا باتش 7.19 شوف انشاء الله في الباتش القادم ولا تنسى تسوي follow subscribe او subscribe في يوتيوب وتجي تتابعني في الستريم اليوم اذا ما تعرف اني اسوي بث انا سوي بث في تويتش وفي يوتيوب كل يوم ما بين الساعة 9.30 او يعني ابدأ ما بين الساعة 9.30 و 11.30 بتوقيت السعودية الى ما شاء الله ترقد اذا عجبك الفيديو لو سمحت share subscribe follow and see you guys in the next video ان شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة